أنا حبيت أظهر في القصة كيف دخلت جدة تاريخية منظمة اليونسكو وما اكتفيت أنه يكون توثيق تاريخي عشان ما تكون الرواية مملة فحطت فيها أحداث اجتماعية أحداث جديدة دخلت على جدة كيف تكون النسيج الحجازي كيف كانت عاداتهم متقاليدهم كيف كان المسحرات قصص هنا وهناك مختلفة توثق تاريخ مدينة جدة القديمة وعمرها وسبب تسميتها بهذا الاسم والحارات الأربعة التي كانت داخل صور جدة وكيفية تكون النسيج الحجازي والثقافة الحجازية برهجتها وأمثالها الشعبية هذه الرواية توثيقية بالدرجة الأولى مع أشياء كتير دخلت اختلطت فيها الثقافة السعودية بثقافات مختلفة حتى في أنواع الأكلات حتى الآن الجيل الجديد المشاكل التي سارت تواجهه من تغير المجتمع والنسيج السعودي يعني كان أول النسيج الحجازي بعد كده توسع أكثر هذه الروايات سطلتها الكاتبة مهاباعش من خلال كتابها أيامنا الحلوة حيث تتناول الرواية كيفية دخول الملك المؤسس عبدالعز على السعود طيب الله ثراه إلى جدة بعد حصارها عاما كاملا وتعرض المدينة قبل ذلك إلى غزوات البرتغاليين وغيرهم من سواحل البحر الأحمر اهتمام الملك عبدالعزيز بالتعليم كان جدا عالي لأنه أول ما دخل جدة توجه إلى مدرسة الفلاح أيضا فيه مشروع اسمه مشروع القرش فيه كثير ما يعرفه هذا المشروع كان بهدف دعم مدرسة الفلاح فيه أشياء كثير فيه كانت مقولة أيضا حلوة اسمها عفشك والبنط لكن لما دخل الملك عبدالعزيز جدة صاروا يقولوا الناس أنه مقولة عفشك والبنط الآن انتهت بدخول الملك عبدالعزيز جدة أتمنى أنه يتم ترميم هذه المدينة الجميلة بأفضل مستوى وأعلى مستوى من العمل اللي يحافظ على ترميم هذه البيوت الجميلة والعريق تتحدث بعش في روايتها بأسلوب الرواية السردي وهو إدماج الأبطال الخياليين مع أشخاص حققيين في الرواية لتعطيها جذبا أكثر وتوثق من خلالها سيرة أشخاص حقيقيين بها سواء متوفين أو لا زالوا على قيد الحياة فأت السمحان الإخبارية جدا اشتركوا في القناة